السلام عليكم طلاب الصف الرابع دادي بهذا الفيديو راح نحل صفحة 22 وصفحة 23 من كتاب النشاط تمارين مراجعة الوحدة الأولى هاي الكلمة revision معناها مراجعة بالنسبة للثمانين الأول فهو تمارين سقاطات مثل ما جاي يشوفون جاي بلنا كلمات وريدنا نخليها بهذه الفراغات فبالنسبة لهذا التمارين أكيد يأتمد على المعنى نجي نترجم ونحل النقطة الأولى طريقة جيدة لتعلم اللغة هي بأن تكتب في مذكرة التعلم كل يوم النقطة الثانية أختي هي مترجمة وهي تتحدث اللغة الفرنسية والعربية بشكل جيد جدا النقطة الثالثة أنا أستخدم أقراص السيدي في مركز التحكم الذاتي أو مركز الدخول الذاتي عندما أريد التدرب على قول الكلمات في اللغة الإنجليزية النقطة الرابعة هناك الكثير من سوفتوار البرامج متاحة لتساعدك لتعلم اللغة الإنجليزية على حاسوبك النقطة الخامسة إذا أردت أن تستعير كتاب كتاب عليك ملء بطاقة هذا الحج وين وين تستعير كتاب مركز الدخول الذاتي تذكرون الدروس الخدناها على مركز الدخول الذاتي المهم النقطة السادسة لا تخبر أي أحد بما هي كلمة مرورك أنت فقط يجب أن تستخدمها النقطة السابعة لإستخدام لعبة اللغة الإنجليزية اضغط على الآيقونة التي تقول لعبة النقطة الأخيرة إذا الشاشة كانت فارغة أنت بحاجة إلى تشغيل أو تفعيل الشاشة أو كارت الشاشة التمنين بي طبعاً جداً مهم أيضاً هذا التمنين على الصفات المنتهيب ING والمنتهيب ED إذا الكلام عن عاقل نستخدم الصفة المنتهيب ED وإذا الكلام عن غير عاقل نستخدم الصفة المنتهيب ING تمام؟ فالنقطة الأولى I read أنا قرأت بالماضي تنكتب نفسي الكتابة بس اللفظ معلته يختلف أنا قرأت An interesting article yesterday أنا قرأت مقال مثير للإهتمام البارحة النقطة الثانية My sister is very interested in history أختي هي مهتمة جداً في التاريخ مثل ما قلنا على شخص عاقل نستخدم أم الـ ED غير عاقل؟ هذا مقال غير عاقل فاستخدمنا أم الـ ING هاي أخته عاقلة فاستخدمنا أم الـ ED النقطة الثالثة They loved the theme park هم أحبوا مدينة الملاهي They thought the roller coaster was very exciting اعتقدوا بالسفينة الدوارة أو دولاب الهوى كان حماسي جداً طبعاً جاء نحشة على هذا وهذا دولاب الهوى غير عاقل فاستخدمنا أم الـ ING تمام؟ نقطة الرابعة I'm going to London for the first time next week أنا ذاهب إلى لندن للمرة الأولى الأسبوع القادم And I am very excited وأنا متحمس جداً جايحش عن نفسه هو عاقل فاستخدمنا أم الـ ED النقطة الخامسة That was the most boring film I've ever seen ذلك كان الفيلم الأكثر مللاً ما طلحش عن الفيلم استخدمنا أم الـ ING سبق لي وإن شاهدت Nothing happened from beginning to end لا شيء حدث من البداية إلى النهاية نقطة الثالثة The flight took eight hours الرحلة أخذت ثمان ساعات And I had nothing to read ولم يكن لدي أي شيء لأقرأ I was very bored أنا كنت أشعر بالملل حاجة عن نفسه هو عاقل استخدمنا أم الـ ED نقطة السابعة The children were very tired الأطفال كانوا متعبين جداً When they got back from the beach عندما عادوا عندما عادوا من الشاطئ جاي نحشة على الأطفال والأطفال عاقل ميهم جمع مفرد مو مهم فنختار أم الإيدي النقطة الأخيرة The walk was tiring because it was uphill all the way كان المشي متعباً لأنه كان شاقاً على طول الطريق ننتقل للصفحة البعدها بهاي الصفحة عندنا مرادفات وما أخذيه نقبل بساعدنا للمرادفات فالنقطة الأولى اللي هي حفل زفاف Wedding تروح ويا F Marriage زواج Seat Cha مطعت كرسي النقطة الثالثة Answer تروح ويا B reply إجابة رد الرابعة desire تروح ويا A wish رغبة أمنية أثير خامسة shut تروح ويا close الثنينات المعناها أغلق هاي شوية يستخدموها للأدب أكثر النقطة الثالثة طبعاً تروح ويا E L تروح ويا sick عليم مريغ نجي للتمرين دي قال لنا أكمل الجمل بالشكل الصحيح من الأفعال ما بين الأقواس كل الجمل اللي عندنا يأما بالمضارع المستمر يأما بالمضارع البسيط تمام؟ الجملة الأولى راح تكون عندنا بالمضارع المستمر وبما أنه الفاعل اسم مفرد ضفنا إز مدرستنا مفرد ضفنا إز والفعل ضفنا إلى ING تمام؟ مدرستنا تقدم دورات رسم مجانية للطلاب هذا الشهر النقطة الثانية راح تكون عندنا بالمضارع البسيط بما أنه الفاعل اسم مفرد راشد اسم مفرد فالفعل أضيف لأس الشخص الثالث أكو أفعال تاخذ ES وأكو أفعال تاخذ بس S تعرفون هذا الشيء؟ الفعل يأخذ ES لما نضيف لأس الشخص الثالث نضيف ES مو بس S واحدة تمام؟ فراشد دائما يذهب إلى مركز الدخول الذاتي أو مركز التحكم الذاتي أيام الأحد للتدرب على إنجليزيته النقطة الثالثة رقم الكنديين الذين يتحدثون الفرنسية والإنجليزية مضارع مستمر ضفنا إز لأن هنا عندنا الفاعل اسم مفرد تمام؟ ومن نضيف إز تعرفون هالشيء نضيف آي أنجي للفعل النقطة الرابعة أنا أتعلم اللغة الهندية لأنني سوف أزور الهند الصيف القادم ضفنا آم لأن عندنا الفاعل الضمير آي من يكون الفاعل الضمير آي أضيف آم تمام؟ فمن نضيف آم إز آر الفعل تعرفون لازم نضيف لآي أنجي النقطة الخامسة اللغة العربية ترتفع ما بين اللغات المتحدث بها في العالم بما أن الفاعل اسم مفرد اللغة العربية فضفنا إز والفعل ضفنا لآي أنجي النقطة السادسة بما أن الجملة مثبتة وبزمن المضارع البسيط الهاف ميصر أستخدمها فلازم أستخدم ببدالها هاز ليش؟ لأن الفاعل اسم مفرد لأمون يكون الفاعل اسم مفرد ما يصير أستخدم هاز أستخدم هاز بس بحالة السؤال بعد أضافة الهاز ترجع أصير هاز وأيضا بحالة النفي من أضيف الهاز ترجع أصير هاز لأن ورد داز وورد دازنت لازم نضيف أصل الفعل تمام؟ فكندا لديها العديد أو الكثير من المدن الكبيرة نجي الأخير تمرين ما رائد ما عندنا في هذا التمرين؟ قال لنا اختار ثلاث كلمات من الكلمات في التمرين سي في التمرين سي اللي هو هذا التمرين سي من أي الأف؟ يعني لازم نختار من ذني مو من ذني من ذني من ذني من أي الأف؟ تمام؟ وبعدين نستخدم هنا بجمل نجي هنا نترجم هنا على منختم الدرس أنا أتمنى بأن أستطيع زيارة باريس النقطة الثانية هاي ويش؟ ضفناها مثل ما يشوفون النقطة الثانية راح نضيف بها هاي الكلمة زواجهم بقي لمدة عشرين عاماً والجملة الأخيرة اللي هي على هاي اغلق أرجوك اغلق الشباك عندما تغادر تمام؟ لحد هنا أكملنا من هذا الفيديو أتمنى تكونوا استفادتوا من عدة تانك وكباي سيا